السلام عليكم ورحمة الله من فترة طويلة من سنين طلع علينا الشيخ بسام جرار وهو من أشهر الباحثين وقال لنا إن حسابات علم الجمل بتقول إنها يحصل حدث كبير جدا في يوم عرفة وإن حسابات الجمل أثبتت إن هذا الحدث هيكون في عرفات 2022 وأنا عملت حلقة من شهر اتكلمت فيها عن هذا الكلام ونقلت كلام الشيخ بسام جرار وقلت إن الحدث اللي بيقول عليه الشيخ بسام جرار وأرجو منكم أن تعودوا وتشاهدوا هذه الحلقة اللي سمتها حدث عالمي في يوم عرفات وقلت إن مش هيحصل حاجة في يوم عرفات لإن الشيخ بسام جرار اتكلم عن حدث عالمي هيحصل في يوم عرفات ليس في أرض الحجاز وإنما على أرض فلسطين وبالتحديد كان يقصد بزوال أو أحداث تمهد لزوال الكيان المحتل طبعا ما حصلش حاجة ولم يحدث شيء طيب أنا ليه طالع بتكلم في هذا التوقيت وبقول هذا الكلام هل أقصد أن أقضح أو أن تقص من بحث الشيخ طبعا حاشة لله ولكنني قصد أن أوضح بعض النقاط الهامة جدا الشيخ بسام جرار اعتمد في بحثه وفي كثير من دروسه القديمة وحتى الحديث بيتكلم أن الإمام المهدي مش هو اللي هيحرر فلسطين وإن هيبقى في خلافة تلميحات لوجود نظام حكم بيماهد للإمام المهدي وإن الإمام المهدي لسه فيه فترة طويلة على ظهوره وإن اللي هيحرر الأقصى هم المسلمين قبل الإمام المهدي ولي دروس كتيرة بيتكلم بكلام شبه واضح وبيقول أن ربما أنتم من ستحررون الأقصى قبل الإمام المهدي ولذلك هذا التوقيت أهم توقيت نتكلم فيه ولازم يطلع الشيخ بسام غرار بشجاعة ويقول أن البحث بتاعه أخطأ لأنه حتى لو ما قالش أنه أخطأ فالنتيجة العملية لكلامه أنه أخطأ وبأكد هذا ليس هجوم لأنه اجتهد ويشكر على اجتهاده ولكن لم يوفق في هذا الاجتهاد وده يقرنا لفكرة الناس الباحثين اللي بيبنوا معظم الاجتهادات بتاعتهم على حسابات الجمل اللي بتخون وإن لكثير منها لا يصدق وحسابات الجمل علم زي ما قلت كتير وكررت له ما له وعليه ما عليه أحيان كتير جدا بيخونك وبتخون التوقيتات ومش عايزين نذكر أمثلة عملية لكثير من الباحثين اللي تعلقوا بأسطار هذا العلم وفي الآخر خالص خابت التوقعات بتاعتهم وده خطأ التوقيت ولكن عايزين نقول في الإجمال إن خطأ توقيتات الشيخ بسام جرار وكلنا نصيب ونخطئ وأكد إن دل إنما يدل على صحة وجهة النظر والفرضية التي تستند إلى أدلة شرعية أن من سيحرر الأقصى هو الإمام المهدي وأن من يقاتل اليهود في آخر الزمان هو الإمام المهدي ولا قتال قبله ولا قتال قبله والحديث بتاع السبعين ألف من يهود أصفهان اللي بيستدلوا عليه إن في ذلك التوقيت مش هيبقى إن هما ليهم دولة في ذلك الوقت أيام ظهور الإمام المهدي وأيام الدجال إنما هو دليل عليهم وليس لهم لأنه منطقي جدا إنما أنت تكون عندك دولة والدولة دي بتتهاوى على يد الإمام المهدي إن انتهى تستعين بالقوة الخارجية اللي هي بن قسين سبعين ألف من يهود أصفهان فهذا دليل يؤيد أن الذي سيحرر الأقصى هو الإمام المهدي ولا خلافة قبل الإمام المهدي وإن الإمام المهدي أول خلفاء مرحلة الخلافة الرشدة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام التي تعقب مرحلة حكم الجبري اللي إحنا عايشينها الآن بكل تفاصيلها وفي هذا المقام لابد أن أذكر ردود الشيخ الفلسطيني خالد المغربي اللي مرابط في الأقصى اللي رد على الشيخ بسام جرار وقال له إن اللي هيحرر الأقصى هو الإمام المهدي وإن موضوع الأحداث والكلام ده كله يعني كلام فيه نظر ووجهة نظري إن الشيخ خالد المغربي أصاب في اكتهاده وإن فعلا سياق الأحداث بيدل أن هؤلاء الكيان المحتل لن يخرج إلا على يد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار شوف دقة الآيات القرآنية وكلنا عارفين أننا في هذه المرحلة الظلماء من عمر الأمة الإسلامية موضوع العباد الأولي بأس شديد موجودين ولكن مقيدين بإيه ومحطوطين في أقفاص سايكس بيكو والجاهلية الثانية اللي كلنا عارفينها بدأت منذ تقسيم الدول الإسلامية وتشتيت الدول الإسلامية وسوف يعيد إليها وحدتها الإمام المهدي عند الظهور إذن لابد في الإجمال للشيخ الباحث بسام جرر أنه يخرج على الناس ويقول لهم أني اجتهت في هذه المسألة وفي هذه الفرضية ولم أوفق ولم أصب عين الحقيقة علشان خاطر الشيخ بسام جرر باحث قديم وله باع طويل جدا و نلتمس له العذر ليه لأنه يتكلم عن زوال كيان كلنا نتمنى أن يزول فلعل ذلك يكون من الأسباب اللي نلتمس له فيها العذر وإن إحنا نتعلم إن موضوع التوقيت ده فخ كبير جدا مهما طال فترة التوقيت بتاعتك يعني يقول مثلا كمان عشر سنين هيحصل حاجة هيمضوا هيعدوا العشر سنين وهتواجه بمثل هذا الكلام ده إحنا عندنا في القناة لما كتبنا عنوان وقلنا إيه اللي هيحصل يوم واحد سبعة ويوم واحد سبعة ده كائف مصر كان معاد الملء الثالث لسد النهضة يعني أنت بتنقل خبر الناس قالوا لنا أنت بتوقت فإحنا بنحاول نفاهمهم منقولهم أين التوقيت إحنا بنقول لكم أن يوم واحد سبعة هيحصل حدث كبير جدا لبداية الملء الثالث والمصريين بالذات يعرفوا يعني إيه بداية الملء الثالث لسد النهضة وما جينا نتكلم عن أحداث وقلنا التواريخ والتواريخ دي على هيئة خبر يعني أنت بنديك عنوان الحلقة إيه لا يحصل يوم كذا فأنت تخش تقول ما هو ما حصلش حاجة نقولك ده خبر حبيبي ده خبر ليس توقع في فرق ما بين الخبر والتوقع زي ما تفتح كده الجورنال يقولك يوم كذا هيحصل كذا فلان هيزور فلان ف يعني أعتقد أن الأمور واضحة جدا لإيه للمتابع الجيد فيا معسكر الإيمان أبشروه إحنا بنتكلم معاكم وبننقل إليكم الأدلة والإسقاطات التي نزعم أنها إسقاطات صحيحة وبنحرس قوي قوي إن إحنا نندفع توقيتات مش بنوقع الشخصيات بتاعتأخر الزمان مش بنتصرع ونقول إن فلان هو السفياني إن فلان هو الأخنس اللي فلان هو صحابي مصر ما بنتصرع شيء هذا والمنهج السليم والقويم واللي يخليك تطلع سالم في هذه الأمواج العاتية يعني كانت كانت هذه إطلالة سريعة بارك الله فيكم أحبتي فلا أنشر هذه الحلقة اضغط على زر اللايك وعايزين يعني ننشر هذه الحلقة على أوسع نطاق ممكن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة